سوف أعطيكم ألف عافية، سنكمل بإذن الله تعالى يا جماعة بثاني مجموعة أو ثاني قبيلة من قبائل الكروما ألفيوليت قلنا أول قبيلة هم الألفيوليت ونقسموا لثلاث عائلات الدينفلج الليت اللي مثال عليهم السيراتوم والأبي كومبليكسة اللي مثال عليهم البلازموديوم بسببوا مرض الملاريا وثلاث مجموعة هي السيلييت ومثال عليهم البراميسيوم وطبعا رح تلاقوا بالدوسية فجرة عائلة إلهم عشان أبسط لكم الوضع ورح تلاقوا أنه في كل مجموعة العائلات اللي فيها أنا أعملكم جدول تلخيص ومقارنة ما بينهم عشان أسهل عليكم الوضع بتلاقوه بنهاية اللاب إن شاء الله تعالى عند التلخيص الكتابي بإذن الله تعالى بنهاية اللاب قبل الأسئلة طيب خلينا يا جماعة نكمل آخر مجموعة على السريع آخر مجموعة من الكروما الفيوليت اللي احنا نسميها استريمانو بيلز وقلت لكم استريمانو بيلز معناته إلو علاقة بالشعر بالخيوط فمعنى كلمة استريمانو بيلز يعني إشي فيه هيري فيه إشي ناعم إشي شعرة هيك خفيفة ناعمة فإحنا سميناهم بهذا الاسم لأنه رب العالمين أوجد لهم صوت صوت واحد بتتحركوا فيه بيكون زي الشعرة ناعم جدا وخفيف جدا هيري فلاجلوم يعني إحنا سميناهم بهذا الاسم لأنه عندهم هيري فلاجلوم طبعا لو إجينا نتطلع على تغذيتهم نلاحظ أنه في جزء منهم أوتوتروفك ذاتيات التغذية وفي جزء آخر بيكون هيتيروتروفك غير ذاتيات التغذية سبحان الله بالإضافة أنه هما عندهم زي ما قلنا عندهم صوت واحد ناعم زي الشعرة ولكن مش بس هيك رب العالمين أوجد لهم صوت ثاني بيكون شورتر صغير بيكون سموث فلاجلوم صوت ثاني أملس بيكون سموث وشورتر أقصر من الصوت الأول الهيري طبعا الصوت الأول الهيري اللي زي الشعرة إحنا ما عندنا تكبير كثير ولكن لو أنتم شبتم كبر الصوت عامل زي كأنه خيط وطالع منه زي نتوآت زي الشعر زي الوبر عشان يكسم منه هيري فلاجلوم فهم عندهم صوت هيري فلاجلوم صوت طالع منه زي وبر زي الشعر هيك الصغير زي الوبر وصوت آخر بيكون لأ أملس ناعم مش طالع منه وبر بيكون كسير نوعا ما فهم عندهم صوتين طيب ومش بس هيك يا جماعة الخير سبحان الذي خلقهم طبعا ومش بس هيك هسا استريما نوبلز نقدر نقسمهم إلى جزئين خلينا نحكي أو إلى عائلتين كيف الفيولات قسم لهم ثلاث عائلات هذا نقدر نقسمهم إلى عائلتين بس صغار مش زي الفيولات عائلتين العائلة الأولى ما نسميها الدياتومز أو الدياتومات والعائلة الثانية هي أول عائلات الطحالب اللي رح نذكرها بهذا اللاب الطحالب البنية وبالله بالجاي كل كلامنا رح يكون عن الطحالب يا جماعة الطحالب الحمراء والخضراء وعلاقتهم بالنباتات طيب الطحالب البنية والدياتومز sounding عن الدياتوم وعقية عن الأبيكمبليكسة وعقية عن الالسيلية كل اياتوم اليونيسليولار إن هنا ندار نكية عن دياتومز أو نحكى عن الدياتومز برضو اليونيسليولار وما تخربط ما بين الدياتومز والدياتومز أنا أقربط ما بينهم، مرد الدياتومز هم أويتوا تراف بتغذّوا طبعاً التغذية يعني فيهم بلازدات خضراء هم زي ما حكينا يوني سيليلر بكونوا بالعادة مرات ركزوا مرات بكون شكلهم زي السلسلة يعني كيف يعني أكثر من خلية بشكله عنا سلسلة أو مرات بكون أكثر من خلية بس بشكله عنا شو نجمة طيب بالإضافة على هذا الحكي كله ياتوا إنه لو جينا مثلا على الكائن هذا الكائن أشكالهم بتكون مختلفة من ناحية التصنيف كيف يعني مختلفة من ناحية التصنيف يعني لو جينا مثلا على الدايا تمزل بكون خلية وحدة هاي الخلية مرات بتكون دائرية الشكل ندورها زي هيك ومنسمي هذا الشكل له اسم طبعا هذا له اسم منسميه الدائري لو جينا نشوف التناظر اللي فيه منلاحظ إنه بكون فيه راديال سيمتري تناظر شعاعي أغلب اللي أخذوا بيته بعرفوا شو معنى كلمة سيمتري خلينا نحكي بكون فيهم تناظر شعاعي ولو جينا تطلعنا على هذا الكائن اللي هون ونفس ليش هدايا تمز بس شوفوا كيف شكله شكله طويل نوعا ما لونج خلينا نحكي شكله طويل وهون كاتبي لكم بكون شكله طويل وعمل زي البوت زي القارب وطبعا هذا الشكل له اسم شو بنسميه بنسميه البنيت والتناظر اللي فيه بكون تناظر ثنائي مش شعاعي زي الدائري لا ثنائي فمعناته احنا عنا شكلين عنا البنيت اللي بيكون بالاتيريال وعنا السنتريك اللي بيكون راديال طيب الكلام لغيت هسه جميل وحلو لو جينا تطلعنا على جدارهم الخلوي منلاحظ أنه رب العالمين خلق جدارهم الخلوي بتكون من جزئين نصفين وبكون فعليا هذا الكائن رب العالمين خلقه زي العلبة وغطاها علبة مدورة مثلا وغطاها علبة عاملة زي القارب وغطاها وفعليا زي هيك شكل الكائن فرب العالمين خلقه بهذا الشكل فزي ما حكينا يا جماعة أنه هاي الكائنات سبحان الله زي كائنها عبارة عن علبة وغطاها بتكون مكونة من تو فالف فجدار الخلوي بيكون تو فالف زي العلبة والغطا سبحان الله وطبعا الجدار الخلوي بيكون مكون من مادة السيليكا فما بدنا نخربط ما بين الدياتمس 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 فهذولا في المجموعة الثانية بالستريمانوبيلز وشفنا أنها بتتكون من تو فالف جدارها الخلوي وجدارها الخلوي فيها جدار خلوي مش صفائح سيلولوزية فيها جدار خلوي من السيليكا من مادة السيليكا وطبعا هاي الكائنات بتشكل إشي اسمه الدياتمس التربة السيليكاتية تقريبا ممكن هذا المصطلح هو مش موجود عندكم بشكل مهم يعني أو مهم تركزوا عليه ولكن أنا ذكرتم من باب العلم بالشي سبحان الله طيب نيجا هسا على الفرد الثاني من الستريمانوبيلز اللي همي الطحالب البنية الطحالب البنية هنا إحنا نبطل نحكي عن اليوني السيليولار هنا إحنا أخذنا أول كائن في هذا اللاب ماله مالتي سيليولار كل الطحالب البنية هي مالتي سيليولار اول ومعظمها بعيش في المارين في البحر وممكن يصل طولها هاي معلومة مني ممكن يصل طولها ثمنتاشر متر ومرات منسميهم السيويد وأكيد سمعين بهذا المصطلح السيويد وبوقلوه بعض الناس وفيه كثير فوائد عظيمة اللي هو الطحالب البنية طبعا الطحالب البنية من اسمها الطحالب البنية ولما نذكر في هذا اللاب حاليا الطحالب البنية ولو قدام بقي أنواع الطحالب لازم نعرف أن الطحالب لها ألوان بناء على الصبغة الموجودة فيها فلما نقول الطحالب بنية فمعناته فيها صبغة بنية أعطتها اللون البني شو الصبغة البنية اللي براون بيجمانت اللي فيهم منسميها الفوكو زانثين دايما كلمة زانثين يعني لون بني أو لون برتقالي غامق وفوكو أو فايكو يعني طحلب فلما نقول فوكو زانثين يعني الصبغة الطحلبية البنية طبعا هاي الصبغة بالإضافة لصبغة أخرى اللي هي كلوروفيل A اللي بيستخدموها في البناء الضوئي ولصبغة ثانية مش مذكورة عندكم هنا وممكن مش مهم تركزوا عليها اللي هي كلوروفيل طيب طبعا من الشغلات المهمة جدا لازم نعرفها عن الطحالب البنية أنه عندهم كوميريشال فاليو قيمة تجارية وصناعية خاصة ليش لأنه الطحالب البنية قلت لكم هم مصدر للأكل وللغذاء وممكن ناس يأكلوهم ويتغذوا عليهم مهمات غذائيا كمان بنستخلص منهم سكر هذا السكر البوليسا كرايد اسمه آلجن والآلجن بنقدر نستخدمه في صناعة الآيسي كريم البوزة برضو بنقدر نستخدمه في صناعة معجون الأسنان التوث باست وكمان بنقدر نستخدمه في صناعة الديهانات البينت فسبحان الله إله وظائف كثير مهمة هات الطحالب البنية رب العالمين كل كائن خلقوا لفائد الإنسان رب العالمين لما خلق السماء يا رب أذكر الآية صحيحة بس نذكر في القرآن عن السماء إنه رب العالمين جعل فيها بروجا جعلنا فيها بروجا يا رب أذكر الآية صحيحة وزيناها للناظرين يعني هاي النجوم الموجودة تمام الله حطها في السماء وزيناها إلنا إحنا كبشر عشان نشوفها حلوة وبآية ثانية إنه الله جعلنا في السماء مصابيح وزينا السماء الدنيا بمصابيح جعل هاي السماء ملياني مصابيح وحتى كلام رب العالمين عن القمر إنه جعله منير إلنا والشمس جعلها سيراج بعطينا الدفئ وبعطينا الضوء كل إشي مخلوق في الدنيا من كواكب ونجوم هو عشان فائدتنا كواكب ونجوم عظيمة جدا كون إحنا ما بنعرفش منه إلا 5% بس والباقي كله إحنا ما معناش علم عنه شو موجود بعده هذا كله مخلوق إلنا فكيف الكائنات الموجودة في كواكب الأرض اللي هي أقل مليون مرة من النجوم والسماء والكواكب والأكوان العظيم اللي رب العالمين أوجديننا إياها فكل إشي الله خلقه بهاي الأرض إلنا إحنا ولفائدتنا إحنا عشان نقدر نفعل أسماءه نفعل صفاته نقدر نبدع والإبداع من اسم الله البديع نقدر نعمل شغلات فعليا فيها نفع وفيها إعانة للناس من اسم الله المعين نقدر نعمل شغلات جدا جميلة وأعملوا شكر أعملوا أهل داودة شكرا الله أنعم علينا بهاي النعم عشان إحنا نعمل شغلات نشكر فيها رب العالمين وزي ما حكيت لكم شوفنا الطحالب البنية وكيف قدرنا نستخلص منها مواد تفيدي البشرية كاملة سبحانك يا رب طيب طولت عليكم بهاي الموضوع يعني بس هو موضوع جدا مهم نيجي هسا نحكي عن تشريح الطحالب البنية من إيش مكونة هاي الطحالب البنية منلاحظ أن رب العالمين خلقها هاي صورة اللي همليحنوا في صورة وبتلاقوا إن شاء الله بالدوسية الصورة إلها أوضح بإذن الله تعالى رب العالمين خلقها بشكل جميل ولكن إحنا رح ناخد مثال على الطحالب البنية اللي هو طحلب من سميه الفيوكاس أو الفوكاس فوكوس الفوكوس أتوقع هيك لفظه الصح فيوكاس أو فوكوس هذا الكائن سبحان الذي خلقه رب العالمين خلقه بشبه النباتات زي ما أنتوا شايفين جسمه من سميه الثلص فجسم هذا الطحلوب اسمه ثلص وجسمه مكون من مثبت عامل زي جذور النباتات اسمه الهولد فاست بيثبت نفسه فيه على الصخور بالإضافة لعنق هذا العنق من سميه ستب عامل زي الساق زي ساق النبات وبالإضافة إلى الجزء اللي شغال زي كأنه أوراق خلينا نحكي زي فروع وأوراق تمام من سميه بلايد من سميه بلايد مع بعض كلهم من سميه بلايد وطبعا هذا النص الأولي بلايد إحنا من خلاله بيكون فيه بلاسدات خضراء وبيعمل الطحلوب بناء ضوئي من خلاله وطبعا بيحتوي هذا البلايد عم مجموعة من الأكياس الهواء الجاز في لينج ستركتر اللي وظيفته هاي أكياس الهواء تنتفخ وتعمل أو تساعد على الطفو تساعد على طفو هذا الطحلوب إنه يظلوا الطحلوب ما يغرقش يعني يظلوا طافي على السطح كيب ذا بلايد سنيار ذا سيرفس بظلوا تحلوب قريب بين السطح وطافي بسبب كاس الهواء المنفوخة جواته طيب ولو جينا على النص اللي بلايد منلاحظ إنه فيها تركيب جدا جميلة فيها زي غرف زي ما احنا شايفين هاي الغرف أو النهايات الموجودة هاي النهايات تمام هاي النهايات منسميها receptacle وهاي receptacle تحتوي على حجرات جواتها يعني منفتح أي receptacle مثلا هاي اسمها receptacle هاي receptacle 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 أي receptacle لما نجي نفتحه ونطلع جواته منلاقي إنه فيه غرف صغيرة حجرات صغيرة هاي الحجرات بنسميها الكونسبتكل يعني ال receptacle اللي كبيرة والحجرات اللي داخلها اسمها كونسبتكل هي الصغيرة وهاي الكونسبتكل تحتوي على أعضاء تكاثورية مليانة أعضاء تكاثورية أعضاء ذكرية وأعضاء أنثوية أو وحدة منهم يعني هاي الذكر اللي حالي ألأنثة واللي حالي ألثنتان سواء ويستخدموا هاي الأعضاء عنشان التكاثور وطبعا هاي الأعضاء إذا كانت ذكرية منسميها أنثريديوم وبتنتج لنا الجامتات الذكرية ولو كانت أنثوية منسميها أوغونيوم وبتنتج لنا الجامتات الأنثوية وطبعا لو إجينا تطلعنا على الكونسبتكل كل الكونسبتكل راح يكون له بعب طبعا هنا مش حطين لسؤاته صورته تمام هاي هي الريسبتكل بيكون فيه مجموعة من الحجرات الاسمة كونسبتكل ومنشوف هون الكونسبتكل شوفوا سبحان الذي خلق هاي الحجرات بتكون تحتوي بالعادة على يأنه الأنثريديوم لحاله يأنه هو العضو الذكر البنتج الجامتات الذكرية يأنه الأوغونيوم لحاله البنتج الجامتات الأنثوية يأنه الاثنين سوا على حسب شو جنس هاد الكونسبتكل طيب فهو أنا مثلا بفرجونا صورة لميل كونسبتكل كل الموجود في جواته أنثريديوم وطبعا كل أنثريديوم رح يحتوي جواته على 64 حيوان منوي يعني كل كيس احنا شايفينه من هون هيحتوي جواته على 64 حيوان منوي 64 سبيرماتوزويد سبيرماتوزويد يعني حيوان منوي طيب وطبعا كل أنثريديوم زي ما احنا شايفين هاي الأنثريديوم الكرة هاي اللي بالأخير بتكون محمولة على زي ساق محمولة على سيقان هاي السيقان منسميها البرافيسيز هي اللي بتحمل الأنثريديوم سبحان الله طيب الأنثوي هون الأنثوي بتوقع ما إلو صورة زي ما توقعت ما إلو صورة الأنثوي بتلاقوا صورته بإذن الله تسعالها بالدوسية الأنثوي فيه نفس الحكاية بيكون فيه خلينا نحكي أو أغونيوم بدل الأنثريديوم وطبعا مش مهم نركز على برافيسيز هاي الشغلات مش مهم نركز عليه احنا مهم نعرف بس الأو أغونيوم شوف صورته وتقول لكم بتلاقواه بالدوسية إن شاء الله وكل الأو أغونيوم تحتوي على ثمان بويضات مش أربعة وستين ثمان بويضات ايت أو أو سبيرز بنسمي البويضات عندهم أو أو سبيرز سبحان الله وبتكون طبعا محمولة على ساق صغيرة تمام بغض النظر شو اسم الساق تكون محمولة هاي البويضات أو هاي الأو أغونيوم على ساق صغيرة وزي ما حكينا الفتحة هاي العلوية بنسميها أو الأوستيول بنسميها الأوستيول فتحة الكونسبتكل فاحنا عرفنا تفاصيل الكونسبتكل الذكري والأنثوي وزي ما قلت لكم بالمانيول هنا في الذكري بتشوفوا الأنثوي بإذن الله ممكن بالسلايدات وبرضو بتلاقوه واضح إن شاء الله معكم بالدوسية نقرأ الكلام اللي هون المكتوب عن هذا الموضوع وانا بقول لكم إنه جسم البراون ألجي بنسميه ثلس وبتكون من براود بلايد من نصل كبير واسع وستيم لايك ستيب وعنق بنسميه الستيب ومثبت اسمه هولد فاست بيثبت الطحلب طبعا البلايد هو اللي بيعمل بناء ضوئي والبلايد بيكون فيه تركيب مليانة بالغازات عشان كيب ذا بلايد نية ذا ووتر سيربس عشان يطفو الطحلب بالإضافة إنه بتحتوي نهايات البلايد على الريسيبتيكل وهي الريسيبتيكل بيكون جواته في حجرات سميناها الكونسيبتيكل الكونسيبتيكل هي كافيتي سبيشيلايز بتكون داخل الريسيبتيكل وبكون فيه فتحات للكونسيبتيكل هاي الفتحات فتحات خلينا نحكي هاي الفتحات بنسميها الأوستيول هاي الفتحات بتكون فتحة الكونسيبتيكل بر الريسيبتيكل كافي يعني حاولوا وسهللكم إياها يعني مثلا عنا هاي هيكا 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 هزا 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 التركيب كامل اسمه الريسيبتيكل هزا الريسيبتيكل فيه الحجرات او الكافيتي اللي سميناها كونسيبتيكل هاي الكونسيبتيكل فتحاتها اللي من فوق من سميها الأوستيول فبعض الناس ممكن يسموها الفتحات ان هاي فتحات موجودة داخل الريسيبتيكل هزا صح وممكن يعتبروها هي فتحات الكونسيبتيكل برضو صح فهاي فتحات بتكون موجودة في الكونسيبتيكل داخل الريسيبتيكل اسمها الاستيول وهيكا احنا منكون خلصنا باذن الله تعالى هذا اللعب على خير طبعا اخر اشي بقولولكم هنا انه الكونسيبتيكل الميل بيكون فيه انثريديا محمولة على سيقان اسمها البرافيسيس وجوات كل واحدة 64 حيوان منوي بينما الاوغونيا الاوغونيا او الاوغونيوم اللي هي بتكون موجودة الانثوية تحتوي على ثمانية فقط ممكن هونها هيعطو كاتبينا ثمانية او او سفير ثمن بويضات وبتكون محمولة على تركيب صغير ويعطيكم الف عافية